يقول السائل هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد وكيف نجيب عن من يحتج بأن هناك عذر في مسائل التوحيد بالرجل الذي أمر أبناءه بإحراقه فنفل قدرة عن الله فعدره الله وبقول الشيخ محمد بن عدل وهاب أنا لا أكفر من يطوف بقبل الكواز أو الكواز يا أخي العذر بالجهل إذا لم يمكن زوال الجهل إذا لم يمكن زوال الجهل ما عندك أحد يعلمه منقطع عن العلماء في أرض بعيدة ما يبلغها شيء هذا يعذر بالجهل أما الإنسان المتمكن من العلم ومن سؤال العلماء ويقول لنا أعذر بالجهل أنت المفرط أنت المفرط يعني أنك لم تطلب العلم لم تسأل فكيف يعذر بالجهل فهناك جهل لا يمكن زواله وهو من يعيش منقطعا لا يجد أحد ومن يعيش مع العلماء ويسمع القرآن ويسمع السنة يقول لنا أعذر بالجهل لا أنت المفرط أما ذاك ليعيش منقطع هذا ما فرط ما وجد أحد ما فرط لأنه ما وجد أحد يعذر بالجهل فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به أما الجهل الذي يمكن زواله بالتعلم والسؤال العلماء فهذا لا يعذر به تتنبه لهذا يعني فيه من الناس من أخذوا هذه المسألة صاروا يرددونها يعذر بالجهل يعذر بالجهل على طول بالإطلاق لا لا بد من التفصيل ثم أيضا المسائل ما هي واحد المسائل ما هي واحد المسائل الخفية التي تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى شرح هذه نعم يعذر بالجهل حتى يجد من يعلمه أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح مثل الشرك الشرك التوحيد هذه ما يعذر بالجهل لأنها واضحة الله جل وعلا قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة لَيْنَ شَرَكْتَ لَيْحْبَطَنْا عَمَلُكُ هذا وقامض ولا واضح 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 التوحيد وما واضح من الشرك فالمسائل الظاهرة لا يُعذر أحد بجهل أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان من العلماء هذه يُعذر بالجهل فيها المسائل ما هي واحد نعم لابد من هذا التفصيل في العذر بالجهل نعم أحسن الله إليكم والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا أكفر الذين يعبدون على الصنم الذي على قبة الكواز لأن ما عندهم أحد يعلمهم ما قال يعذرون مسكت قال ما عندهم أحد يعلمهم أما هؤلاء عندهم من يعلمهم وعندهم من يبيلهم لكن ما سألوا ولا طلبوا العلم فكيف يعذرون بالجهل نعم